وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون كُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرُجَعُونَ كُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرُجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجانان عمل صالحا إما موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم واذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة آيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون